وينضم إلينا في الستيديو الباحث وفي الشؤون السياسية الدكتور سامي الدجوي أهلا بك دكتور معنا في هذه النشرة وأبدأ معك دكتور سامي يعني لماذا عادم هاتي للحكم وفجأة قرر الاستقالة أشكركم أستاذ إسماعيل على صدافتكم وأحي معكم بالمشاهدين ومشاهدات على قناة الإخبارية المميزة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لماذا عاد مهاتير إلى الحكم رغم فترة حكمه في بداية الرئاسة في 1981 واستمرت حتى 2003 واستقال بعدها وليست هذه الآن هي الاستقالة الأولى بل هي الاستقالة الثانية عاد إلى الحكم بالتعاون مع أنور إسماعيل أنور إبراهيم لإزاحة نجيب الرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق والتعاون مع بعض بغرض فيهم إزالة وحصل على الرئاسة وحصل عليها وهو عمره 92 عاما يعني مدة عمر طويلة رغم يتمتع بالنشاط وصفاء الذهن لحد ما لكن تولى الحكم في هذا وكان بينه وبين نجيب وبين أنور إسماعيل اتفاق أنور إبراهيم أنور إبراهيم بينهم اتفاق شفهي بأنه يتولى أنور إبراهيم الرئاسة الحكومة رئاسة الحكومة بعد سنتين تقريبا هذا اتفاق شفهي ومسرف في بعض وسائل الإعلام وبعض الأجهزة الأمنية السؤال اللي ربما يطرح لماذا استقال؟ وهي إجابة على السؤال اللي اطرحته يخرج من هذه النقطة نقطتين شيئين احتمالين احتمال الأولاني لأنه الهروب من فضيحة مهاتير محمد لديه الاحتمال الثاني هو دعم لتمهيد لرئيس حكومة جديد في الحالة الأولانية وهو هروب من فضيحة فإنه احتمال أنور إبراهيم لديه بعض المستندات والوثائق التي تدين فيه مهاتير محمد في مالية وإدارية نعم لأنه استقال بعد 24 ساعة من اتهام أنور إبراهيم له بالخيانة بالخيانة صحيح صحيح وهذا السيناريو الأول هذا السيناريو الأول السيناريو الثاني السيناريو الثاني هو تمهيد لتولى أنور إبراهيم رئاسة الحكومة بعد تنحيه أنور إبراهيم لديه عيب وهو أنه ليس لديه قبول لدى الشعب الماليزي أنور إبراهيم بسبب أنه له دعم كبير وميل كثير إلى الجانب الغربي وهو غير مرفوض لدى المجتمع الماليزي طيب حزب عذر عن قطع حزب مهاتير وهو يريد بهذا تمهيد إلى تولي أنور إبراهيم الحكم حكم رئاسة الوزراء هل له تأثير هذه الاستقالة على الوضع السياسي؟ جميل نعم له تأثير له تأثير على الوضع السياسي مؤخرا في عام 2019 أقام مهاتير محمد قمة إسلامية مصغرة أربع أو خمسة دول شاركت فيها وهي بدأت وانتهت بفشل وانتهت بفشل والآن نحصل نتيجة فشلهم فإذا استمرت نخرج منها بعدة دروس نستفاد منها الدرس الأولاني الممكن نستفاد منه ما هي أسباب إقامة هذه القمة الدرس الثاني الممكن نستوعب منه كيف نزيد من الوحدة والتلاحم الدول العربية والدول الإسلامية بعدم تكرار مثل هذه في المستقبل خاصة في وجود منظمة التعاون الإسلامي عادة أي منظمة دولية تكون هي واحدة فقط فنجد إحنا على سبيل المثال جامعة الدول العربية منظمة واحدة فقط لا يوجد جامعة فرع صغير مصغرة مثل التضامن الإسلامي برافو عليك التضامن الإسلامي كذلك في الأمم المتحدة واحدة منظمة تضم الدول العالم كلها فلا يوجد لها مصغر ومكبر طب هذه القمة قمة كل المصغرة هذه كانت محاولة فاشلة من ضغوة الداخلية نعم هي محاولة فاشلة هي واحدة من الأسباب لربما دعت إلى فساد إداري وسياسي لدى مهاتير محمد هذه واحدة من الأسباب التي أدت إلى عدم قبول شعبيا لدى الماليزيين الملاوي وكذلك دوليا لم يحصل على دعم كبير دولي وانت تشاهد هذا المشهد السياسي في ماليزيا لما تشاهد هذه الاستقالة هل هروب هو من المشهد السياسي كلياً أم هناك ربما مراوغة جديدة من مهاتير؟ الهروب احتمال يكون هروب من فضيحة مالية أو سياسية وإدارية أو فساد إداري أو سياسي والاحتمال الأكثر أنا أمين الله هو تمهيد إلى تعيين أنور إبراهيم الرئاسة الحكومة نعم كان معنا في الأستوديو الباحث في الشؤون السياسي الدكتور سامي الدجوي شكراً جزيلاً أستاذ سامي على هذا التوضيع وعلى هذا التفصيل شكراً جزيلاً